مشاهدين أسعد الله وأوقاتكم بكل خير إليكم الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تتأثر المملكة اعتبارا يوم الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتستمر عدة أيام تقريبا تستمر حتى يوم الأربعة وبالتالي تتكاثر ريوم وتسقط زخات متفرقة من المطر على فترات في مناطق مختلفة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل الرياح نلاحظ أن المملكة تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر وبالتالي رياح شرقية إلى جنوبية شرقية بتزيد الشعور بالبرود وتساعد أيضا بوجود حالة عدم الاستقرار الجوي كون إنها تلتقي مع حوض علوي في طبقات الجو العليا وأيضا توفر الرطوبي وبالتالي تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة تصبح الأجواء يوم الأحد غائمة جزئيا تبدأ حالة عدم الاستقرار في المناطق الشرقية من المملكة تمتد تدريجيا في المساء وصباح يوم الاثنين لتشمل تقريبا مناطق واسعة من المملكة تؤدي إلى سقوط زخات رادية من المطر مختلفة الشدة في الزمان والمكان أيضا قد تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى جريان السيول في الأماكن المنخفضة وارتفاع منسوب المياه أحيانا أيضا هناك انخفاض تدريجي على درجات الحرارة حيث نتوقع يوم غد الأحد تكون العظمة بحدود 22 والصغرى 14 طبعا مع سقوط زخات رادية من البرد مع سقوط زخات رادية تكون مصحوبة بالبرك والبرد والراد أحيانا وأيضا يوم الاثنين انخفاض آخر على درجات الحرارة حالة عدم الاستقرار تكون أشمل وأوسع وتؤثر على مناطق أكثر وبالتالي تكون الأجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رادية من المطر في أماكن مختلفة والعظمة يوم الاثنين بحدود 20 والصغرى 13 درجة لكن الثلاثة تضعف حالة عدم الاستقرار الجوي قليلا ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن تبقى موجودة وينحصل تأثيرها على المناطق الشرقية وبالتالي تسقط زخات رادية من المطر في شرق المملكة العظمة يوم الثلاثة 18 والصغرى 11 درجة تميل الأجواء إلى البرودة هذه هي الوضعية الجوية المتوقعة نتمنى الجميع السلامة ونرجو من الجميع أخذ الحيط والحضر بلباس ملابس أدفأ ثم أيضا خطر الإنزلاق وأيضا من خطر سرعة الرياح أحيانا اللي قد تكون قبل هطول أمطار مثيرة الغبار والأتربة خاصة في جنوب وشرق المملكة نتمنى الجميع السلامة شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء وشركاه للتطوير العقاري